إذن المرأة تخدم في بيتها بالوضع المعتاد على أن لا يكون لا هناك إهانة ولا يكون هناك إتعاب وإعنات وتكليف فوق الطاقة وفق هذا الأمر طيب دكتور يعني السيدة فاطمة لما تعبت من شغل بيتها راحت للرسول تشتكي بدي خادم دعم بسا السؤال هي شكت زوجها ولا شكت شدة العمل شدة العمل آه ما شكتش على زوجها لا ما شكت ما قالت لزوجها روح جيب لي خادم إنما توسمت في أبيها أن يجود عليها بخادم من بيت المال من العطايا اللي جاءه توسمت في أبيها أن يساعدها لكن ما أجبرت زوجها قالت له جيب لي خدامة وأنا بنت النبي وأنا بنت من أسري أبيه وعرج أبيه لا 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 إذن هي خدمت بالعرف فكان من عرفهم أن المرأة تطحن أن المرأة تطحن ولكن رسول الله إذ شكي إليه أمر مادي رق النفوس فعلقها بالأمور المعنوية فقال تسبحون وتحمدون وتكبرون ثلاثا وثلاثين وأر الله أكبر أربعة وثلاثين فالعبرة أنه حتى بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعمل في بيتها المطلوب إحنا وين مشكلتنا؟ مشكلتنا يا سيدي الكريم كثير مننا اليوم بيحضر مسلسلات الرجل سيدي الرجل يعامل بكبرياء والمرأة تعامل بإضعاف فيصبح في ذهن الرجل أن تعاملوا زوجته مثل هذا لا الأعراف تغيرت ليس مطلوبا من الزوجة أن تخدم فوق العرف العرف في عنده طبخة العرف في عنده غسلة العرف أنه الملابس بتروح الكوي العرف أن تخدم وفق العرف أما التجبر على المرأة فوق العرف لا هذا ظلم والإسلام ما بيقبله